ومن أسباب الوقوع في المخدرات أيضاً المشاكل النفسية بسبب ضعف التحصيل الدراسي مثلاً أو بسبب الفصل من الوظيفة أو غير ذلك من الأسباب فهذه أهم أسباب الوقوع في وبال المخدرات ومستنقع المسكرات والعياذ بالله بحث عن أسباب الوقوع في لوثة المخدرات فمن تلك الأسباب القدوة السيئة من الأصحاب والزملاء ومن الأسباب أيضاً إدمان أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة ومن أسبابها أيضاً التفكك الأسري وانفصال الأب عن الأم فيضيع الأولاد ومنها أيضاً إهمال الوالدين لأبنائهم وبناتهم ومن الأسباب أيضاً الفراق والبطالة والسفر للخارج دون رقابة وضعف الوازع الديني ومن الأسباب أيضاً العزلة والطراب الشخصية وكذلك المغامرة وحب الاستطلاع دون النظر في العواقب ومنها أيضاً العداوة والتشفي بالانتقام والعياذ بالله ومن أسباب الوقوع في المخدرات أيضاً المشاكل النفسية بسبب ضعف التحصيل الدراسي مثلاً أو بسبب الفصل من الوظيفة أو غير ذلك من الأسباب فهذه أهم أسباب الوقوع في وبال المخدرات ومستنقع المسكرات والعياذ بالله ترجمة نانسي قنقر